اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان مملكة البحرين ادركت مبكرا ان اي تطور وتقدم حضاري محوره دائما الانسان لذلك وجهت اهتمامها للعنصر البشري وحرصت على توفير الفرص الواعدة امام ابناء الوطن لتمكينهم من علوم العصر ومهاراته لتكون زادهم في مسيرة بناء الحاضر المزدهر والمستقبل المشرق للوطن والفت سموه الى ان التعليم ركيز اساسي للتنمية ومتطلب اساسي لبلوغ الغايات وصولا لما يعقب النجاح وهو الانجاز المتميز والريادة بما يحقق رأى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى تشريف سموه حفظه الله اليوم اللقاء المفتوح والذي تم تنظيمه لخريجي برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية منذ انطلاقته عام 1999 وذلك بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لانطلاق البرنامج بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من اصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين حيث رحب سموه بالجميع وقال سموه اننا اذ نحتفل اليوم بمرور 25 عاما على انطلاق برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية فاننا نعتز ونفتخر بالنجاحات التي حققها خريجوا البرنامج من خلال عملهم في القطاعين العام والخاص واكد سموه ان كافة المبادرات المتعلقة بالاستثمار في العنصر البشري تستهدف في المقام الاول خلق جيل مبتكر ومبدع واثق بقدراته على المساهمة في تحقيق كل ما هو متميز في كافة المجالات ورفض الانجازات الوطنية التي تحققت بسواعد ابناء البحرين الذين نرى في شغفهم للتميز واسرارهم على الانجاز الضمانة الحقيقية التي تمكننا من تحويل اي تحدي لقصة نجاح لافتا سموه لان الاستثمار الناجح والامثل هو الاستثمار في العنصر البشري وشواهد نجاح مملكة البحرين في ذلك كثيرة وفي كل قطاع ونفخر بان كل نجاح وانجاز وطني يتحقق انما يتحقق بفضل ابناء الوطن من فريق البحرين الذي يمثل ذخرنا للحاضر وضمانتنا للمستقبل واشاد سموه بما شهده برنامج ولي العهد للمنح الدراسي العالمية من تطور مستمر على مدار 25 عاما من مسيرته بفضل الجهود الموفقة للقائمين عليه وسعيهم المستمر لدعم الطلبة لبلوغ اهدافهم التعليمية كما وجه سموه تحية شكر لمؤسسات القطاع الخاص التي امنت بهذا البرنامج ودعمته منذ انطلاقته ولا تزال ليشكل تعاونها صورة جميلة تضاف لجملة النجاحات التي تحققت بالتعاون بين القطاعين العام والخاص موجه سموه القائمين على برنامج ولي العهد للمنح الدراسي العالمية لمواصلة افاق التطوير في البرنامج لضمان استمراريته في تحقيق الاهداف المرجوة منه وتجذر الاشارة الى انه تم ابتعاث طلاب برنامج ولي العهد للمنح الدراسي العالمية للدراسة في جامعات عالمية مرموقة في تسع دول مختلفة حول العالم حيث درس الطلاب المبتعثون في 69 مؤسسة للتعليم العالي فيما حصل خرجو البرنامج على وظائف نوعية في 141 مؤسسة عالمية ومنذ تدشين برنامج ولي العهد للمنح الدراسي العالمية تم تقديم 246 منحة وقد رفع خرجو برنامج ولي العهد للمنح الدراسي العالمية اسمى ايات الشكر وعظيم بالامتنان لسمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء على ما وجدوه من سموه من دعم واسناد وعلى ما يبديه سموه من حرص متواصل على دعم الكوادر الوطنية وتهيئة الفرص الواعدة أمامها